ولذلك من الخطأ الكبير معتاد عليه بعض الناس من قضية السب والشتم واللعن وغير ذلك ومما ينبغي التنبيه عليه ما يصدر من بعض المسلمين تجاه الآخرين بسبب ألعاب مثلا أو شيء من السب والشتم واللعن وهذا فسوق ومن ذلك ما يحصل من بعض المتفرجين أو المتجمهرين لمتابعة لعبة رياضية مثلا إذا أخطأ اللاعب مثلا أو قصر مثلا قاموا بسببه وشتمه ولعنه نسأل الله العافية والسلام ولا شك بأن هذا من الفسق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على المسلم أن يكف لسانه وأن يحفظ لسانه عن السب وعن الشتم وعن اللعن وغير ذلك من الأخلاق الردية التي لا تليق بالمسلم